فيه كلمتين الحقيقة يعني زمان طول الوقت كانت الناس بترددهم عشان تنتقد المسؤولين بيقولوا ايه بقى يا سيدي يقولك برة في البلاد المتقدمة بيدعموا الفاشل عشان ينجح لكن هنا بيهدوا الناجح عشان يفشل الغريب بقى انه الايام والسنين مرت والوقائع والاحداث بتحصل عشان تثبت لنا كلنا ان مش المسؤولين اللي بيعملوا كده لا ده للأسف الناس اللي بتردد الكلام ده هي اللي بتعمل كده بتهد في الناجح عشان يفشل واكبر نموذج يوضح الخلل ده عند بعض الناس في مصر هو محمد صلاح محمد صلاح نجم نجم منتخب مصر ونجم نادي ليفر بول واسطورة الدوري الانجليزي واحد افضل لاعبي العالم وانجح شخصية مصرية في العشر سنين الاخيرة وده كله على مستوى العالم الناس كلها بتمدحوا الا هنا في بصر يا جماعة تلاقي شلال كل شغلها الشاغل ان هي تستغل اي فرصة او فيديو او تصريح عشان تهد نجاح محمد صلاح وقبل ما اشرح لكم وجهة نظري عايز اقول لكم ان في مواسم كده معينة تلاقي الناس عمالة تقطع في فروة محمد صلاح عشان تنتقدوا وتشوه نجاحه واقفين لمحمد صلاح على الوحدة يعني مثلا مثلا موسم راس السنة شجرة الكريسمس هجوم على صلاح في الصيف هجوم على الاجازة هجوم على الصور هجوم على مطش مع المنتخب هجوم على صلاح في اللقاء تلفزيوني عملوا هجوم 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 راجعوا السنين اللي فاتت هتلاقوا ناس قاعدة متربصة لمحمد صلاح وكأنه صعبان عليهم يبقى فيه لاعب مصري بصفة عالمية او يبقى فيه شخصية مصرية محققة كل هذا النجاح ومشرفان برا مصر فيقوموا يشويهوا صورته الحقيقة انا مش ادرى استوعب لحد اللحظة دي ايه اللي عمله صلاح غلط او ايه اللي عمله صلاح اصلا وهو بيقضي اجسته في مكان ما وعفكرة احب اقول لكم معلومة محمد صلاح ما كانش في اليونال ولا في ابرص ده كان في احدى المنتجعات السياحية في مصر وده لا يعيبه اذا هو برا مصر انتو مالكو بيغنيوا بيرقص انتو عايزين تقولولي ان انتو لما بيبع عندكو فرح او حفلة ما بتعملوش ازاي ولا حلال عليكو وحرام عليه عمر في حياتكو ما اصاركو عد عليها فرح او حفلة وغنوا رأسوا معاها او وسقفوا يا السلام ده انتو ده تبقى ناس معقدة ما احنا وسطيين ان لو في ناس بتتكلم من باب المبدأ ده ده يا بتكلموا في ايه فين المنطق في كلامكو اما لو كان معا مراته بقى وبتسقف كنتو عملتو ايه واقف بيه يعني هو مندمج معه اغنية مصرية يوم في الاخر راجل يتعرض لكل هذا الكم من الهجوم والانتقاد والطعن في اخلاقه ودينه خلي بالكو من دينه دي من دينه دي بقى توديكو فين في المتربصين لمحمد صلاح اللي هم اعداء البلد ليه بقى لانه محمد صلاح ايه محمد صلاح يا جماعة حسن صورة الاسلام برا مصر وغير هذا المفهوم اللي حصل على السوشال ميديا بيأكد قد ايه احنا في مجتمع بقى ما عاشش في بيوته وشوارعه ناس اقول ايه قررت منها النفسها كده انها تطلع عقادها وتفهتها على الناس المحترمة وبالذات النجحين وده يقولك ده حال وده وحش وانت مالك يا ابني انت ايه اللي حشرك اصلا انت مين وده يعمل شيخ ويقولك ده في الجنة وده في النار وواحد تاني يعمل مصلح اجتماع ويقولك ده صح وده غلط كل ردود الفعل والغضب على صلاح كان اغلبها للاسف هجوم وطعن في دينه واخلاقه طبعا دي حملة ممنهجة وكتير منها للأسف بيعبر عن المرض بتاع اللي بيسوقه هذه الحملة الجماهير الجماهير متخيلة ان محمد صلاح ده بتاحها وياكل على مزاجهم ويلبس على مزاجهم ويتصرف على مزاجهم ويتصور على مزاجهم ويحتفل على مزاجهم ويصيف على مزاجهم ايه ده هو انتو فاكرين ان ده حب يبقى الله الغني عن الحب المسروب ده الراجل مشكلته ان هو قضى اجازة من يومين وكان فيه اغنية مصري فقام ورأس ومبسط عليها ما انتو بتشاهيصه مش معنى هوم شاهيصه نو وانتو شاهيصه ايه يا جماعة صلاح ده رفع راس مصر ورفع صورة المواطن المصري واللعب المصري المحترم ما تنسوش عشان انتو بتنسو احنا بننسى الحلو تنسو حاجات كتير كويسة ما تنسوش الخير اللي بيعمله صلاح متبرع لأهله والبلده وهو اللي خلى جماهير اوروبا كلها ترفع عالم مصر التنسيتو ده ولا ايه انتو بتشوفوش ماتشاط دوري الانجليزي وما اللي بتعودوا وعلى الاهو بتفرجوا على ايه صلاح هو وطلع فلوس وتبرع للمستشفيات والمرضى وبنى معهد ازهري كبير ونموذجي خد بالك وغزين بالك معهد ازهري طول الوقت النظرة تجاه المسلمين في بريطانيا كانت الحقيقة نظرة سلبية تماماً بس ده اتغير تماماً بفضل هذا الشاب الرائع المحترم محمد صلاح حول الاسلاموفوبيا برا مصر من 7% لـ 2% لـ 2% وقال للبوستات المعادية المصر من برا وكل الدراسات دي دي يعني موثقة موجودة موجودة في العشر سنين اللي فاتوا في مجال الكورة محمد صلاح محمد صلاح